اشتركوا في القناة بس كيف يا كوريا انت عرفت العلوان اتنا جل بعتت هولي عشان تشوف اختك اللي مغلباني مش ردي تحط لقمة ببؤكت حتموت مني قلت اجب هلا يمكن تلحق تأكلها واخد عجري بسرعة بلما المحروقة ترجع صاحبة المكان ده بقول لك يا خيال فاكر الراجل اللي كان مرقبني في الحرق فيو فدر امي اروح منه شمال يجي ورا اروح منه يمين يجي وراي بس اياك يا كوريا يكون مش وراك لحد هنا ايبا عليك يا خيال يمشوا يا رامي انا اخر مزهيت منه صوت لميت علي امت لالال الله سبتهم يضربوا فيه ونطيت في تاكسو جيه ايبا خيال يعني احنا حلو الاكل دلوقت اه انا قولت بردك محدش عارف يأكلها غير ايه 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 إيه اللي بتقوليه دي؟ إيه عمال نظافة وأبصريه؟ كوريا بالتختي دي أجمل وأشجعة كوفيرة ببطل البجرة هل عمال نظاف هالي؟ صحيات والدي كتشوف لها شغلة عندي البت تتعبانة وش لاجي اللجمة تاكلها اسمعيني يا دينا كوريا فعلا كوفيرة شطرة جربيها مش هتندمي نوية يا هايدي إزاي بطريقتها وأسلوبها البشعة ده تشتغل عمدي أنا إنا إنتي بتهضري إنتي ما تشريش هامة طريقتها وأسلوبها أنا هزبطها هزبطي إيه؟ إيه دا؟ كتاها تلبيت زيها؟ هتوبك الجديدة؟ إديني ساعة واحدة وأنا هبهرك هتشوفي كوريا تانية خالص دولها تأخرت مع الستة هايدي الجوة طب أقول لك حاجة على كوريا دي كوريا ديها ستة هانم يدها تتلفف حريرش أبتشتغل شغولانة زيلا الستة بتجوم من تحت يا دا عاجة تانية خالص يبقوا شبه الرجالة يا أخوي نا والله أنا هجربها يا عمي شكري بس الأول نشوف هايدي ممكن تطلع إيه من المأسال لجوه دي ها؟ يا هزيني؟ غمضوا عنيكم يلا يا كوريا تعيش؟ لاخر ببيتك هجلها مش بضرعتي ملت كده هو ايه دي ايه دي ايه دي لا 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 ايه دا؟ أنا شو صدقة؟ عملتها ازاي دي هايدي؟ لا دا لو كده دي كتشتغلي معي ماما تخلصينا يا أختي انت هو هاي عايز أخوش هار الهدوم اللي ألا بساهدي حسنا هم أمطاني كده مش مرتاح ها؟ ايه رأيك؟ هو أكيد شكلها أحسن كتير يا هايدي بس أسلوبها لأ وشغلها ما شفتوش أسلوبي؟ ما له أسلوبي يا أختي بقول لك ايه؟ فين الكيسة اللي فيها الهدوم بتاعتي أنا أقول لك هجل من الأول أنا ميفوعش أشتغل عند أحد هتوقت الثاني وتفرد علي بقول لك ايه؟ أنا خلاص مش هيفا عنك كلامت أنا أخوش أغير البابطوز اللي أنا أبسادها أنا مليش في الهابة الضالة تعلي تعليك علي يا كوريا مش هلتغيره ولا حاجة شكري يا هايدي كانت غادي أحد عندها؟ دي الكوريا بنت أخت شكري شكلها موضف أول بنتي دي جمانة جدا شو ما أراز بتاعت الألس وخيار على فكرة يا دينا كانت أكبر غلطة ان احنا جينا هنا وجبنا هايدي معانا المكان في منتهى الخطورة عليها ليه بس يا نادر؟ هو أصلا مفيش حل تاني والبنات مش شملنا من أكتر من ساعة مفيش حد زي ما انت شايف وبعدين كنت عايز ناخد هايدي ونروح بيها فين في وقت زي ده؟ بعدين مش انت قلتلي ان خلاص لمراقبة تشالت في ايه يا نادر؟ أيوا المراقبة تشالت بس ما نفعش ننسى انك مطلوبة خلاص يا نادر احنا بقين هنا المهم هنشوف هايدي هتروح فين؟ ده بقى البيوتي سنتر بتاع دينا اللي انت هتشتغلي فيه ايه رأيك فيه؟ حلم مش كده؟ مش فورتيك يا يعني وقل لعيها ولبسيها على ايه؟ ده المحل بتاعي فيروح عنه على قل رحه خفيف كده بس بقول لك ايه؟ هو مع حق بارتك انت مكنش مفروض تسبي شقة الرقاصة يا بيت تعد دياروحك عشاني؟ مالو انت ايه ما عملت كده علشاني؟ ايه وانت ايه ده؟ ايه حاجة عملها هتنقوشيها ولا ايه؟ هتش هتجب روحك ليه؟ لو انت مش هتبطلين؟ طب خلاص هتبطل بقول لك ايه؟ رايحوا جمعكوا انتوا من اول كده اللي بتعرفوا تحله ولا تربطوا انا خلي شوكر رايح ودي صندس عنده ودلوقتي هجيب سوكا ويكي ونقضي احنا مع بعضينا المخمقلكوا كده في مكنة حلوة انت بقى نجيفها ومش مدنسة واندري فيها البت جولي رايحوا انتوا قلبوكوا بس يعني ايه مكنة؟ يعني مكان مكان برافو عليك يا كوري هو ده الكلام ايه اللي برافو عليك يا زيونة في الروضة؟ وبعدين ثم تعالى هنا احنا مساعد ما عادنا وانت رأي مني كده ايه؟ هتخدنا اربعة في ستة ولا تعمل لي بطاق؟ وبعدين بقول لك ايه؟ انت تبقى عمين في العادة الحلوة تي بقى بالصالة عنابي ايه ايه بقى ده الدكتور مادر المحالي بتاعي ايه دكتور على نفسه يا اختن محبش الرجال هتوع تفاصل في الحريم كده ويا قاعدة ايه؟ هاخدني كالتشفين البنت دي هي اللي ممكن توقع مروان مين دي؟ كوريا؟ ايوا كوريا مهم خلينا نفكر في المكان اللي هتروحي فيه الأول وبعد كده هشرح لكم كل عاجة انت ان شاء الله تولي البعض بقول لكم ايه انا اخرع في ليدكو السودة دي ما تهدي بقى يا كوريخ يا نفهم في ايه؟ يا أنسة كوريا نادر لا يمكن يضرك اوكي؟ ايه دي بس يا كوريا انت أصدق ايه يا نادر؟ احنا مش قولنا ان مروان نقطة ضعف والفلوس والستات؟ كوريا تغيرت 180 درجة في ساعتين زمن بس مين عارف لو نظفناها اكتر من كده شوية واخدنا معها شوية وقت ممكن تكون النتيجة ايه؟ تنظف مين يا ابا ياختي مين ده؟ بقول لكي يا كوريا دكتور نادر ما يقصدش يا أنسة كوريا لسه هنتكلم عن الشغل دي العلم جي ده ما يقولك تنظفها وليه وانا كنت معافنا؟ يا انت بس يا كل يهدي بقدور نادر ما يقصدش؟ استهدنا استهدنا ها اتعد يا اخي اهو دي ايه دي؟ ما يقصدش، ما هيقصدش فيه ايه؟ تبقى لكي ننظفها، ليه وانا معافنا؟ المهم أنا يا سوكا وإحنا جايين في الطريق عرفت أني خدت شقة جديدة في شارع الهرب جنب الكباريه عدم بظبط ياريت بس سبت الكل هايدي ياريت شرفين وطوادي ومين كده عن ضمي وزي كان علي أنا ممكن أعطي بنسيون يعني يعني معقول يا سوكا هتسيب شقتك علشاني أنا بصراحة ماليش في الشقة اللي فيها الصراميك ديت يعني بجيلي منها في كرشة نفس يعني وبعدين انت خطي كبيرة وبصراحة انت تعيبت كتير قوي قوي أقول لك حاجة بس يا رب تستحمل أمي لا نهار سود بلاش أمك يا سوكا لأ أمك لسانها بيدلدق بالكلام على طول زي الزير المخروم بالزبط ونوال لو قارفت جل فين حتسلمها محارة وحلو نوال من الأساس وما تعرفت إن إحنا سيبنا الحارة وإذا كان علي أمي بمئتين جنيه ممكن تقعد في الشقة ما تخرجش لمدة شهرين بس سيت الكل تقول أمين كترخيرك يا سوكا احنا مش عارفين نهدي جمالك فين أنا اللي مش عارف أقول لك يا أستاذ بس بلاش كترخيرك ديت يعني ده اللي واجب نعمله يعني كده تمام يا رب معا خلصنا موضوعك يا هايدي نتكلم بقى على موضوعك يا يا خال يا خال أنا لا ليه الصفر ولا أزواء ولا بابي ولا مامي ولا نفع في الشغلانة دي وإن أساسه ثم المسوكا من دي اللي روح أعود عندها وخالتي اللي نايمة جود أعمل فيها إيه فايلة بجا تفايل العرج الصعيد اللي معاششك من أفوق إذا؟ إدعتك دي خالتك سندس وتروح يتبعد عند السيتموسوكا مالها السيتموسوكا ده طيبة ابتطلع على الفوق كده وتنزل على الفاضي جلبها كيف حزمة الفجل الورور وورور؟ هي وورور ما تحاوليش يا بيت يا تفاهميش أنا شخصيا ما تفاهمش بيقولي أسيبك منه بص يا كول يا بنتي إحنا دينك النهاردة مخصوص أنا والدكتور نادر عشان يعني أعتذرلك عن سوق التفاهم اللي حصل بينك وبينه بعدين إحنا كلين عارفين إنك بنت جدعة وإحنا تحت أمرك ومساعدك في أي حاجة دكتور نادر أعملك مفجأة صنبربرز تجنن بالله عليك يا دكتور بالله عليك بتحكين إيه الحكاية اللي حصلت إنت حكيتها لي من شاء بصراحة يا كوريا لما عم شكري قال لي إنك عندك صدقة أنا قلقت وقلت لازم أسأل عشان أعرف إيه اللي حصل بالضبط لقيتك واختة سنق بتهمة التعدي على مديرة مصنع المراتب اللي كنت بتشتغلي فيه الست اللي اسمها ليلى المرزوئي صح؟ الله أحرقها مطرح ما هي قاعدة دي وليه بتحراه ده اللي أشوفها بس أخنوها بأداية دو اللي ما تعرفوش يا كوريا إن المصنع اللي انت كنت بتشتغلي في ده بتاع مروان وليلى دي مجرد موظفة بتشتغل عنده وهو اللي خلها تحبسك من غير ما يعرفك ولا تعرفيه كي بطارك مع مين يا كوريا؟ مع ليلى ولا مع مروان؟ إيه؟ تيجي إزاي دي؟ يعني الجد على الوقت اللي اسمه مروان بتاع جلي ده؟ هو اللي سجلنا أنا كمان؟ وهو صاحب المصنع اللي كنت بشتغل فيه؟ دي تيجي إزاي إن شاء الله؟ ما تفهم؟ هقول لك؟ هقول لك أنا تيجي إزاي؟ هقول لك هقول لك لما أنت رفضت توجه في معامك في الكافير أنا روحت لي أستاذ مروان دي عشان استسمعه يشوف لك شغلانة شغالك في المصنع وبعدين لو حصل مشكلة مع السنتي ليلي وحصل لك حكم أنا روحت عشان استسمعه جلي بقول لك إيه؟ أنا قطعت علاجتي مع الناس دي يا ابن الحرام ماشي دي أنا كده طريبا 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 لكن ماشي بس بردك الولاية اللي اسمعها ليلة دي أنا مش هيهدالي بل إلا ما أشوفي أيوب يا حبيبتي ما هو أنت لازم تمشي من البيت ده؟ البيت ابتدى يقع يتفضلي أنت كده وكده هتمشي تراح عندهم سوكة تبقى براحتك يناك أنت وهي دي هتدفعوا الإيجار مع بعض بصراحة الإيجار هيتوزع بينكم كل واحد بفلوس فلوس ايه؟ ولا يأكل عشان أدفع مفروش خلاص يا بنتي معلش المحل الكوفير بتاعك ده المدة اللي هيتقفل فيها أنا هدفعلك الإيجار مها جفلته يا باشي وكانت رايحة الشغل في محل الست دينة مش جديد؟ أيوه أنا هتفعلك المرتب اللي كانت هتدهولك دينة خلاص بس يوم بنتي تطلع براقة عندي ليك هدية عظيمة قوي يا عم الحج يا عم الحج أنا قصتي مش قصة فلوس هتدقني أنا دلوقتي بقيت ذات نفسي اللي عايز أجيب مروان ده وديله بالشبشب على دماغه ومش عايزة حاجة بس كل الحكاية أنا مبقيتش عارفة أتصرف إزاي مش عارفة أتصرف إزاي في البيت هقولي للناس هتصرف إزاي في خلتي وبعدين سيبدأ إن أنا مش شبه الحوار بتاعكو ده وله هو شبهي هعبك الدنيا يا كوريا يا بنت فهمي باجا الست موسوكة هملت البيت عشان البيت حيبع على جمالك انت باجا تاخدي خلتك وتتوكل على الله من هنا وأنا هجول لكل الخلج هنا إنك انت خدت خلتك وروحت البلد ده عضل الكاميون أما تخفيش وأنت مسافرة أنا هراعي سندس دي ممكن أقولك رأي خدي أجازة من كوريا خدي أجازة من الحارة من حياتي كلها لمدة شهر واحد بس كي إنك بتصيفي وبعدها لما بصي في المراية وتتكلمي قدامها صدقيني يا كوريا مش هتعرفي نفسك شوف مش انتو تلت رجالة بشنابة لكن زنني نزن الحرم على رجالاتها أما مروان ده بقى فوقعت أمه معي يا سود